أهلاً وسهلاً شابهات الفتينات والغزالات المنورات إن شاء الله تكونوا بخير على خير هذا الفل من الأسبوع الأول من شهر 9 إن شاء الله فلكم خير إن شاء الله فلكم إيجابي إن شاء الله تستخدموا على هذا الفل سوف نبدأ مع صاحبة البشرة البيضة هذه البيضة وهذا الحضة تزويجة مطلقة أرمالة عزيبة كان لديك حبيب أو ما كان لديك حبيب الفل لي بعض المرات اللي بنات كيكونوا حاجات كتبان حتى الآخر ديال الفل فتبعوا الفل من الأول للآخر كيب قويبانوا حويج يعني حتى بالنسبة للبنات لي ما عندهمش حبيب كتبان أشياء في آخر ديال الفل learning تعالوا قلبك طفائق وذلك كلك سوف يكون لديك اهتمام بالانترنت او بسفر او بمشتريات فانت وخاء الامر ديلك العاطفية فيها مستجدات فيها حياة ايجابية فيها حاجات جديدة ولكن انت يعني معرضة لطاقات سلبية معرضة الكلام سيئ عليك او هدروا كلام عليك بالسوء فما سيجعلك الناس في حالك بالنسبة لك انا كنشوف هنا امور جديدة كتفكري في حاجة اللي هي غالية فما زال غدي تحصلي عليها غير ما تشوفيهاش انها صعبة المعنى كوني يعني متفائلة ان هالشيء هذا غدي تحصلي علي وغدي تحصلي علي كي لبعض فيكم اللي داخلها لنية انها يكون عندها حمل فالحمل مفتوح عندك كي اللي عندها تغير عتبة او هنا كنشوف كين عقود غدي تمضيها بخصوص عقار ولي عندها ارت فغدي تاخدي الارت ديرك بسهولة كنشوف من ناحية ذو العمل فشوية عراقيل شوية بلوكات في العمل هاد الاسبوع هذا ولكني مع نهاية الاسبوع ممكن الاسبوع الثاني كون عندك فيه خير اما هاد الاسبوع فكنشوف هنا بلوكات عقوسات الناس اللي كتحصدك ناس اللي كتغارمنك الناس اللي عينها قبيحة عليك فرضي بالكلام من ناحية دير العمل من ناحية مثلا الناس اللي هما عندهم اعمال حرة او بغين يبدو مشاريع ديلهم فشوية عليكم ضغوطة او عقوسات في هاد الموضوع هذا بالنسبة للحب والغرام فكنشوف انك تسألي على الرجل اسمر فرجل اسمر مشتاق لك اشتياق اللي هو كبير وخانتك تعتبره انه مديهاش فيك او مرض لكش البال او انسان باخيل النفسية ديالك تعبانة من جهة هذا الاسمر هذا وهو كذلك ولكن راه مشتاق لك وراكي بغيك يعني وخام يكونش كي هادر معك فراكي في القلب والخاطر دياله الى كان هاد الاسمر اجنبي او في بلاد بعيدة فممكن يرسل لك فلوس او هدية وكيهضر هنا مع الاهل دياله عليك بخصوص ترسيم العلاقة فهو جدي من هاد النحية في هاد الاسبوع هذا بالنسبة للأبيض الابيض كنشوف عليهم مسؤولية وضغوطات وتقل في كل ما يخص العمل او الامور القانونية هو كي بغيك نيتو صافية ولكن غدي كن مضغوط بامور قانونية او عملية بالنسبة للأبيض اللي هو قصير القامة وكينا عنده طرف ثالث فمازال غدي بقام استرار معها في الهضراء والكلام والاتصالات ولكن النية دياله ديال الزواج كينا معك انتي فهذا الانسان ممكن الاهل دياله شي شوية هما اللي كي اخروه او ممكن هما اللي كي عرقلوا لك الزواج ديالك مع هاد الابيض اللي هو قصير ولكنه ما زال نيتو الزواج بك ولكن هو زهواني هاد الاسبوع يعني كين عنده تواصل واتصال مع انسانة على النت بالنسبة للحنقي فالحنقي كنشوفه غدي كون شوية معصب مقندش غدي كون كي غار منك غدي كون اناني غدي كون متردد غدي كون شوية حائر اللي شغله هاد الايام هاد الحنقي هو العمل وكل ما يخص الامور القانونية او مع محامي او مع مفتيش او مع رجل ايداري هاده اللي غدي يكون شوية معصبو او شغل بالو بالنسبة للحنطة اللي هو قصير القامة فاقلبوه معك كيف غيك بالنسبة للحنطة اللي هو قصير القامة عندك معها رجور او صلح او ممكن هاد الانسان يضيف المطعم او المقهى بالنسبة اللي عندها الحنطة قصير او كذلك اجنبي او في بلد بعيدة فهذا اللي هو اجنبي او في بلد بعيدة هاد الحنطة هاده فهذا كان الفل البيضاء للاسبوع الاول من شهر تسعة ونرى الفل الحنطة فهذه انتي الحنطة مزيدة هذا الحظ ديال كتي مطلقة ارمالة عزيبة كان لديك حبيب او كن شهر البنات بقوا تشوفوا الفل من اللو حتى الخلي ان بعض الاشياء مرات مكتظهرش في البداية الفل وكتظهر في الاخر ديال ان شاء الله فلك خير وحين فيها أوراق ديالك تشتتت هذا قلبك تخمامك يأتيك الله قلبك تخمامك يأتيك الله قلبك تخمامك يأتيك الله غادي يكون قلبك شوية حزين أو متألم غادي تكونيك تفكري حاجة غالية وغادي تكون عندك سهر بالليل وغادي تكونيك تفكري في حاجة عاقار أو عمل حر أو غادي تشتير وغلادي تكون في أهل تابين معكم ما سيكون في المز 챙ك لمنما ستكونيك تصغير historians وزع معهم تصل لفي وإيق Vermont الآخر ب stamp B التي ستكوني أحملها من أجد ما ستكوني كرالدي technology نرى أن هناك صلح عائلي أو صلح مع الناس الذين معهم في السكن لديك أمور جيدة بخصوص السكن أو السكن فيه خير فيه وفرة فيه بركة كان أرزاق غدي تجيكم عن طريق ناس أجانب أو غدي تجيكم أرزاق من البلد البعيد بالنسبة للعمل أو الدراسة أو الأمور الإدارية أو أي شيء خاص بمحكمة فعندكم فوز عندكم نصرة عندكم حاجة إيجابية كنشوف من ناحية العاطفية بالنسبة لي ما عندهش حبيب فكين شخص جديد غدي يدخل في الحياة ديالك وكينشوف هنا من ناحية العاطفية فيلك تيك تسألي على الرجل الحنقي اللي هو قصر القمى أو كي يشتغل في الأمن في الدركة الجيش أو في القوات المساعدة أو كي يلبس الباس خاص في العمل دياله فهذا الإنسان عندك معها صلح عندك معها رجوع نيتو صافية وعندك معها أمور جيدة وإيجابية وغدي تكونوا متوالمين ومتفاهمين والحب كبير بينه وبين هذا الشخص هذا بالنسبة للحنقي الآخر أو حتى إلا كان أجنبي أو في البلاد البعيدة نيتو صافية كين في الخطة ديالك؟ عندك معها أشياء إيجابية وغدي يكون طاموح هذا الإنسان ممكن أنه يكون عنده شراء سيارة أو شراء حاجة اللي هي ثمينة وممكن تستفدي معه أو ممكن حتى أنتي يكون عندك هدية كبيرة من عند هذا الحنقي اللي هو مربوع القد طاويل أو هو أجنبي أو في بلاد بعيدة بالنسبة للأصمر فكنشوفكم متباعدين ممكن يكون هو مسافر أو أنتي مسافرة فهذا الإنسان هذا غدي يكون صادق معك عندك معاه صلح عندك معاه رجوع عندك معاه زواج اللي هو مربوع القد أو طاويل رغم أنف الطرف الثالث فممكن تكون عنده طرف ثالث وهو حائر بينك وبينها فأنت اللي غدي يكون لك الفوز وعندك معاه صلح عندك معاه رجوع كنشوف ممكن يكونك يهضر لأهل ديالو أو للأخت ديالو على الزواج بك فما زال كين زواج أو خطوبة مع هاد الأصمر نيته صافية كي غال عليك بزاف هاد الإنسان أو كيشك أنك مع رجل آخر بالنسبة للأصمر اللي هو قصير القامة وكذلك نيته صافية ولكن عقله يعني مشغول أو يعني فيه وسواس من جهتك أو كيقول لش هاد الإنسان بعيدة عليها أو هاد الإنسان ما كتتواصلش معايا أو ما كتتسألش عليها فهو باغي تواصل معاك ولكني عنده وسواس أنك بحل ما باغيهاش أو أنك كتجاه له أما هو فكيف يفكر بزاف فيك ليل ونهار البعض فيكم ممكن هاد الأصمر اللي هو قصير قام يكون كيدي لك تخاطر أو جل بالنسبة للأبيض اللي هو قصير فأنا كنشوف هاد الإنسان هو أنيني كيب غير رسو إنسان ممكن يخونك أو ممكن يديرها بك أو يلعب بك لبعض فيكم عنده رجوع لطالقة دياله أو هاد الإنسان غالي يخونك مع مرأة أخرى ماشي حب ولكني غير تمضيات وقت وسلية يحبها كما بغا يخونك كما بغا يرجع لك يرجع لك لأن الحب بينتكم قوي رغم أنه فيه الوسواس رغم أنه مخادع رغم أنه يخونك ولكني كتبقى أنتي هي الحبيبة ويعود ويرجع لك بالنسبة للأبيض الآخر أو اللي هو مربوع القد فالإنسان لك تلزوج به بغي أولاد معاك أو الأخريات عندك معاها أشياء جديدة حب حنان رقة غدي يكون معطاء من ناحية العاطفية ولكني أنت بحل ما غديش تكوني قابلة أو غديش يكتقين إعلى قلبك وكيل لبعض فيكم اللي كتشوف لها شفاء أخرى مع رجل آخر بالنسبة للأبيض اللي هو ناحيف وطاويل أو كي يشتغل في الدارة في الأمن في الجيش أو في القوات المساعدة أو كي يمسل بس خاصة في العمل دياله هذا الإنسان غدي يتصل بك ولكن الاتصال دياله كله شكاوي كله يعني لوم أو غدي يعني خليك أنت تحملي جميع الأخطاء أو جميع المشاكل اللي بينك وبينه غدي يحملك المسؤولية عليك أنت أو غدي يكون كثير الشكوى أو ممكن غدي يكون متطلب أو غدي يكون طمعا فيك هذا الإنسان هذا كان هذا الفل ديالك الحنطية ونشوفه الفل ديال الصمر إن شاء الله الصمراء يكون فلك خير إن شاء الله الفل ديالك يكون إيجابي تستفدي على هذا الفل هذا هذه نتيجة الصمراء وهذا الحب ديالك وتزوجة مطلقة أرمالة عزيبة كان عندك حبيب أمو كان شونك حبيب قد تتبعوا الفل من البداية للنهاية لأن بعض المرات في النهاية الفل تأتي أشياء اللي ممكن تتخص خصوصا بالبنات اللي ما عندهمش حبيب shit ولكن من بلاضم لقيتك لمدة مرة ليين لأنفس الحقيقة لكننا نتذكر الحقيقة إلى الآخر هذا مسجل د reliability هذا قلبك تقميم أن تأتيك الله قلبك تقميم أن تأتيك الله قلبك تقميم أن تكون قلبك حبيب أو حني فما تكون إلى المعنظمd سوف تكون الاهتمام في هذه الأيام المقبلة بأمور المحكمة لإدارة العمل أو الدراسة سوف تكون شغل البالك وهذا هو اللي سوف تكون خايفة عليه في الأيام هذه الأسبوع من ناحية المالية لا تخافيش عندك أمور جديدة وعندك حضوض تحصل على أموال أو أرزاق أو إذا كنت مثل الفاشحة سوف يرجع لك الرزق أو ممكن أن تأتيك فلوس أو هدايا من الحبيب أو من الزوج أو من الخطيب سوف تكون كثيرة تفكير في الأمور الزوجية أو العاطفية في هذا الأسبوع سوف نرى هنا قدامك شيئا غالية تحصل عليها أو ممكن تكون منحة من أجل الدراسة أو هي هدية عن طريق العمل أو زيادة في الأجر ديالك أو نصرة في محكامة سوف تكون موسوسة أو كثيرة التفكير والشق والخوف كي يقول لك هنا بالنسبة اللي كان عندها عارض أو كان عندها مانع على الزوج ديالها فإذا كنت تدري علاجات فهذه العلاجات رهاجية بالفائدة ولكن تقدير كذلك روحانيات من أجل أن الزوج ديالها يستمر ويستقر فهد الأمور جاية معك وكنشوف كذلك هنا بالنسبة للأعتباء اللي كانت فيها شوية هذا الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي كنت شوية مضطيقة مضغوطة نفسية ديالك تعبانة فكي يقول لك غدي يكون عندك استقرار وطمأنينة في السكن ديالك أو غدي تكون لما تشمل مع الزوج ديالك أو هي طمأنينة بخصوص أي أمر خاص بالسكن يعني لما كانش عندك سكن غدي يكون عند سكن كانت مشاكل بخصوص عاقر غدي تحل هذه المشاكل هذه العين والحسد ما غدش تبقى عليك هذا الأسبوع هذا فبالنسبة للحضوض قلنا غدي تكون من ناحية المالية رائعة جدا بالنسبة للحب والغرام فلي عندها الرجل الأبيض اللي هو قصير كنقول لك هذا الإنسان هذا وخه كي يبغيك وخه الأرواح ديالكم متقاربة فغدي يكون ما كي عبرلكش على الحب أو ما كي يبغيش يبين ضعف دياله هو كي يحسبها ضعف إلى بينك على المشاعر دياله هذا الإنسان هذا كيف يفكر أنه يتعاج أو يزور شيخ أو غدي يكون كي يهتم بهذا الشيء ديال الروحانيات بالنسبة للأبيض اللي هو مربوع القد أو طاويل فغدي يكون يعني بعيد عليك أو غدي يكون ما كي يبغيش يجاوبك أو ما كي بغيش يهضر معك أو غدي يكون كي يبغي بعيد عليك هذا الأبيض هذا كنقولك هذا الأبيض غدي تقدر تكون عنده علاقة مع مرأة أخرى إذا كان أجنبي أو في البلاد البعيدة فبغي معك أولاد وكذلك إذا كان في البلاد البعيدة فبغي أو كيف يفكر في السفر أو غدي يهضر لك على المجيء دياله أو على السفر دياله هذا بالنسبة للأسمر الأسمر كنشوفه عاطيك بالظهر يعني ما مسالي لكش هد الأيام غدي يكون مشغول إذا كان قصير غدي تسمعيه وهو أجنبي أو في البلاد البعيدة كذلك فهذا الإنسان غدي يكون صادق معك غدي يقولك أسرار وخبايا كتك تسألي عليها ما كانش كي يقولها لك فغدي يقولها لك حتى إذا كان هذا الإنسان يعني عنده أخبار عليك أو وصلته أخبار فغدي يكون واضح معك أو غدي يفضح الأمر ديالك أنك على علاقة مع شخص آخر وإذا كان هذا الإنسان اللي هو أسمر كي يشتغل في مصلحة حكومية أو كي لبس الباس خاصة في العمل دياله فهذا الإنسان غدي يكون عندك معه أرزاق أو غدي تستفدي منه ماديا وماليا بالنسبة للأسمر الآخر اللي هو مربوع القد أو طويل فكيف يفكر في مرأة أخرى غدي يكون على صلة بمرأة أخرى غدي يكون كي يهضر معها غدي يكون متردد وحائر بخصوص الأمر بينك وبينه ممكن هذ الإنسان اللي كانت بغي معه زواج فكينا مرأة اللي كتدير سحر حتى أن الزواج ديالك مايتمش مع هذ الإنسان حتى إذا كان هذا الزوج ديالك وكان مهاجر البيت دياله فكي يبغي يرجع البيت دياله ولكنه كان إنسان اللي كتبعده على هذ العودة هذي بالنسبة للحنطي فإلا كان قصير أو إجنابي أو كي يشتغل في الدرك في الأمن في الجيش أو في القوات المساعدة أو كي يلبس الباس خاص فهذ الإنسان النفسية دياله محطمة مضمرة ورغم عن ذلك غدي تصل بك هذ الإنسان هذا غدي بقي ترحي عليك أسئلة كثيرة أو كي يبغي يطلع شنو عندك وشنو مخبية فهذا يكون فيه الوسواس وكثير الأسئلة ويعني يقدر يكون حتى كي يشك فيك أما بالنسبة للأمور مثلا المساعدة أو فهو يساعدك بأي أمر أبغيتي بالنسبة للحنطي أنه هو مربوع القد أو طاوين هذا الإنسان هذا فهذا أريد أن يظهر معك وفرح معك وكان في الخطة ديالك أموركم جيدة أنت وياهو خيكونوا شوية أمور هكا نقاشات أو مشدات كلامية فما يأطرش إليك أنت مخصمة معا فكان الرجوع ولكن الرجوع كي يقول لك ما تكونيش نيكا دية وما تجبديش صداع وما تجبديش ما فات أما هو نيت وصافية بغي يظهر معك بغي يفرح معك عندك معها حاجات إيجابية وكي يحبك كان هذا الفل لكم كنتمنى لكم الصحة والساعدة وطول العمر صلى الله عليه وسلم تستمتعوا بالحياة نلقاكم على خير إن شاء الله فلا خرج جيد نيت كان بغيكم وبي باي أهلا وسهلا الشابات الفتينات لغزالات المنورات إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير هذا الفل لكم للأسبوع الأول من شهر 9 إن شاء الله فلكم خير إن شاء الله فلكم إيجابيون إن شاء الله تستفيدوا على هذا الفل هذا سوف نبدأ مع صاحبة البشرة البيضة وهذه البيضة وهذا الحظة التي تكتبون تزويجة مطلقة أرمالها عزيبة كان لديك حبيب أو ما كان لديك حبيب الفل لي بعض المرات اللبنات كي يكونوا حاجات تكتبان حتى الآخر ديال الفل فتبع الفل من الأول للآخر كي يقويبانه حويج يعني حتى بالنسبة للبنات لي ما عندهم شي حبيب كتبان أشياء في آخر ديال الفل هذا قلبك تخمامك أتيك الله قلبك تخمامك أتيك الله قلبك تخمامك أتيك الله سيكون قلبك شوية متضايقة ستكونك تفكر في العمل بزاف أو في أمور إدارية وسيكون عندك اهتمام بالإنترنت أو بسفر أو بمشتريات فأنت وخاء الأمور ديالك العاطفية فيها مستجدات فيها حياة إيجابية فيها حاجات جديدة ولكن أنت يعني معرضة لطاقة سلبية معرضة الكلام سيئ عليك أو هدروا كلام عليك بالسوء فما غدش يخليوك الناس في حالك بالنسبة لك أنا كنشوف هنا أمور جديدة كتفكري في حاجة اللي هي غالية فما زال غدي تحصلي عليها غير ما تشوفيهاش أنها صعبة لمعنال كوني يعني متفائلة أن هالشيء هذا غدي تحصلي عليه وغدي تحصلي عليه كالبعض فيكم اللي دخلها لنية أنها يكون عندها حمل فالحمل مفتوح عندك كاللي عندها تغير عتبة أو هنا كنشوف كالعقد غدي تمضيها بخصوص عقار ولي عندها إرت فغدي تخذي الإرت بسهولة كنشوف من ناحية العمل فشوية عراقيل شوية بلوكات في العمل هذا الأسبوع ولكني مع نهاية الأسبوع من كل الأسبوع الثاني كن عندك فيه خير أما هذا الأسبوع فكنشوف هنا بلوكات عكوسات الناس اللي كتحسدك الناس اللي كتغار منك الناس اللي عينها قبيحة عليك فارضي بالكلام من ناحية ديال العمل من ناحية الناس اللي عندهم أعمال حرة أو بغين يبدوا مشاريع ديالهم فشوية عليكم ضغوطات أو عكوسات في هذا الموضوع هذا بالنسبة للحب والغرام فكنشوف إليك تيك تسألي على الرجل السمر فالرجل السمر مشتاق لك الشتياق اللي هو كبير وخانتك تعتبره أنه مد يهاج فيك أو مرض لكش البال أو إنسان باخيل النفسية ديالك تعبانة من جهة هاد الأسمر هذا وهو كذلك ولكن راه مشتاق لك وراكي يبغيك يعني وخام يكونش كيهدر معك فراكي في القلب والخاطر دياله إذا كان هذا الأسمر أجنبي أو في بلاد بعيدة فممكن نرسلك فلوس أو هدية وكيهضر هنا مع الأهل ديالو عليك بخصوص ترسيم العلاقة فهو جدي من هذا النحية في هذا الأسبوع هذا بالنسبة للأبيض الأبيض كنشوف عليهم مسؤولية وضغوطات وتقل في كل ما يخص العمل أو الأمور القانونية هو كي يبغي يكون يتوصفيا ولكن يكون مضغوط بأمور قانونية أو عملية بالنسبة للأبيض اللي هو قصير القامة وكين عنده طرف ثالث فمازال غديب قام استرار معها في الهضراء والكلام والاتصالات ولكن النية ديالو ديال الزواج كين معك انتي فهذا الإنسان ممكن الأهل ديالو شي شوية هما اللي يأخروه أو ممكن هما اللي يعقلو لك الزواج ديالك مع هذا الأبيض اللي هو قصير ولكنه ما زال نيتو الزواج بك ولكن هو زهواني هذه الأسبوع يعني كين عنده تواصل واتصال مع إنسانة على النت بالنسبة للحنطي فالحنطي كنشوفه غديكون شوية معصب مقندش غديكون كي غار منك غديكون آناني غديكون متربديد غديكون شوية حائر اللي شغله هذي الأيام هذا الحنطي هو العمل وكل ما يخص الأمور القانونية أو مع محامي أو مع مفتيش أو مع رجل إداري هده اللي غديكون شوية معصبو أو شغل بالو بالنسبة للحنطي اللي هو قصير القامة فاقلبوه معك كي يبغيك بالنسبة للحنطي اللي هو قصير قامة عندك معها رجوع أو صلح أو ممكن هذي الإنسان يضايف المطعم أو المقهى بالنسبة للحنطي قصير أو كذلك أجنبي أو في بلد بعيدة فهذا اللي هو أجنبي أو في بلد بعيدة هذي الحنطي فنشوف أنه من ناحية المالية لا تقسي قواله يعني ممكن يساعد مالياً أو مالياً ونيتو صافية هذا الشخص هذا الأسبوع هذا فهذا كان الفل البيضاء للأسبوع الأول من شهر 9 ونشوفه الفل الحنطية فهذه نتي الحنطية هذه الحنطية متزوجة مطلقة أرمالة عزيبة كان لديك حبيب أو ما كان لديك حبيب البنات تبقوا تشوفوا الفل من اللي هو حتى الخلي ان بعض الأشياء مرات ما كانتظهرش في البداية الفل وكانتظهر في الآخر ان شاء الله فلك خير الحنطية أوراق ديالك تشتتت هذا قلبك تخمام كياتيك الله قلبك تخمام كياتيك الله قلبك تخمام كياتيك الله ستكون لديك أهل في الطارق و ستكون لديك تصهر معهم ستكون لديك أعمال في البيت ستكون لديك أمور جيدة بخصوص السكن ستكون لديك أرزاق عن طريق أجانب أو أرزاق من البلد البعيد بالنسبة للعمل أو الدراسة أو الأمور الإدارية أو أي شيء خاص بمحكمة فعندكم فوز عندكم نصرة عندكم حاجة إيجابية كنشوف من ناحية العاطفية بالنسبة لي ما عندهش حبيب فكين شخص جديد غادي يدخل في الحياة ديالك و كنشوف هنا من ناحية العاطفية فإنك تكت تسألي على الرجل الحين طي اللي هو قصر القمى أو كي يشتغل في الأمن في الدركة في الجيش أو في القوات المساعدة أو كي يلبس البس خاص في العمل دياله فهذا الإنسان عندك معها صلح عندك معها رجوع نيتو صافية وعندك معها أمور جيدة وإيجابية وغادي تكونوا متوالمين ومتفاهمين والحب كبير بينك وبين هذا الشخص هذا بالنسبة للحين طي الآخر أو حتى إلا كان أجنبي أو في البلد البعيدة نيتو صافية كين في الخطة ديالك عندك معها أشياء إيجابية وغادي يكون طاموح هذا الإنسان ممكن أنه يكون عنده شراء سيارة أو شراء حاجة اللي هي ثمينة وممكن تستفدي معه أو ممكن حتى أنت يكون عندك هدية كبيرة من عند هذا الحين طي اللي هو مربوع القد طاويل أو هو أجنبي أو في بلد بعيدة بالنسبة للأسمر فكنشوفكم متباعدين ممكن يكون هو مسافر أو أنت مسافرة فهذا الإنسان هذا غدي يكون صادق معك عندك معه صلح عندك معه رجوع عندك معه زواج اللي هو مربوع القد أو طاويل رغم أنف الطرف الثالث فممكن تكون عنده طرف ثالث وهو حائر بينك وبينها فأنت اللي غدي يكون لك الفوز عندك معه صلح عندك معه رجوع كنشوف ممكن يكون كيهضر لأهل ديالو أو للأخت ديالو على الزواج بك فما زال كين زواج أو خطوبة مع هاد الأسمر نيتو صافية كي غير عليك بزاف هاد الإنسان أو كيشك أنك مع رجل آخر بالنسبة للأسمر اللي هو قصير القامة وكذلك نيتو صافية ولكن عقله يعني مشغول أو يعني فيه وسواس من جهتك أو كيقول لش هاد الإنسان بعيدة عليا أو هاد الإنسان ما كتتواصلش معي أو ما كتتسألش عليا فهو باغي تواصل معك ولكني عنده وسواس أنك بحل ما باغياش أو أنك كتجاه لي أما هو فكيف تفكر بزاف فيك ليل ونهار البعض فيكم ممكن هاد الأسمر اللي هو قصير قام يكون كي يدلك تفاطر أو جل بالنسبة للأبيض اللي هو قصير فأنا كنشوف هاد الإنسان هو أنيني كي بغير راسو إنسان ممكن يخونك أو ممكن يديرها بك أو يلعب بك البعض فيكم عنده رجوع للطالقة ديالو أو هاد الإنسان غالي يخونك مع مرأة أخرى ماشي حب ولكني غير تمضية وقت وسلية يحبها كما بغا يخونك كما بغا يرجع لك يرجع لك لأن الحب بنتكم قوي رغم أنه فيه وسواس رغم أنه مخادع رغم أنه يخونك ولكني كتبقى أنتي هي الحبيبة ويعود ويرجع لك بالنسبة للأبيض الآخر أو اللي هو مربوع القد فالإنسان لك تلزوج به بغي أولاد معاك أو الأخريات عندك معاه أشياء جديدة حب حنان رقة غادي كون معطاء من ناحية العاطفية ولكني انتي بحل ما غاديش تكوني قابلة أو غاديش يكتقين إعلاق لبك وكين لبعض فيكم اللي كتشوف لها شفاء أخرى مع رجل آخر بالنسبة للأبيض اللي هو ناحيف وطويل أو كي يشتغل في الدارة للأمن في الجيش أو في القوات المساعدة أو كي نبس خاص في العمل دياله هذي إنسان غادي يتصل بك ولكن الاتصال دياله كله شكاوي كله يعني لوم أو غادي يعني يخليك أنتي تحملي جميع الأخطاء أو جميع المشاكل اللي بينك وبينه غادي يحملك المسؤولية عليك أنتي أو غادي يكون كثير الشكوى أو ممكن غادي يكون متطلب أو غادي يكون هذا الفل ديالك الحلبية ونشوف الفل ديال الصمرة إن شاء الله الصمراء يكون الفل ديالك خير إن شاء الله فل ديالك يكون إيجابي تستبدئ على هذا الفل ديالك إنه هناك أشياء اللي ممكن تخص خصوصا بالبنات اللي ما عندهم ش بحبيب مع دول مرات فل أقولك ش ديالك و لكنني تبع الفل إلى الآخر هذا قلبك تخمامك يأتيك الله قلبك تخمامك يأتيك الله سيكون قلبك أعلى فلوس ستكون تفكري في السفر أو تفكري أنك تتواصلي مع الناس لا تستشعليهم من تطويلة ويقول لك ستكون الاهتمام في هذه الأيام المقبلة كلها بأمور المحكمة لإدارة العمل أو الدراسة ستكون شغل بالك وهذا هو الذي ستكون خايفة عليه في الأيام هذا الأسبوع من ناحية المالية لا تخافي لديك أمور جديدة لديك حضوض تحصلي على أموال أو أرزاق جيالك وإذا كنت مثل الفشحة ستجعلك الرزق أو ممكن تجد فلوس أو هدايا من الحبيب أو من الزوج أو من الخطيب ستكون كثيرة تفكري في الأمور الزوجية أو العاطفية هذا الأسبوع ونرى هنا قدامك أغالية ستحصلي عليها أو ممكن تكون منحة من أجل الدراسة أو هي هدية عن طريق العمل أو زيادة في الأجر أو نصرة في محكامة ستكون موسوسة أو كثيرة التفكير والشك والخوف من أجل من أجل أن يستمر ويستقر فهذا الأمور جاء معك ونرى كذلك هنا بالنسبة للأعتباء التي كنت فيها شوية هذا الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي كنت شوية مضطيقة مضغوطة نفسية ديالك تعبانة فكي يقولك يكون عندك استقرار وطمأنينة في السكن ديالك أو لما تشمل مع الزوج ديالك أو هي طمأنينة بخصوص أي أمر خاص بالسكن يعني لما كانش عندك سكن كانت مشاكل بخصوص عقر ستتحلل هذه المشاكل العين والحسد لا ستبقى عليك هذا الأسبوع فبالنسبة للحضوض ستكون من ناحية المالية رائعة جدا بالنسبة للحب والغرام فالرجل الأبيض قصير نقولك هذا الإنسان وخه يبغيك وخه الأرواح ديالك متقاربة فهي لا يتعبرك على الحب أو لا يتعب يبين ضعف دياله وهو يحس بها ضعف بيلك على المشاعر وهذا الإنسان يفكر أنه يتعالج أو يزور شيخ أو يهتم بهذا الشيء الروحانيات بالنسبة للأبيض وهو مربوع القد أو طويل فهي سيكون بعيد عليك أو سيكون لا يريد يجاوبك أو لا يريد يهضر معك أو سيكون يريد يبغي يبعد عليك هذا الأبيض هذا الأبيض سيكون لديه علاقة مع مرأة أخرى إذا كان أجنبي أو في البلاد البعيدة فبغي معك أولاد وكذلك إذا كان في البلاد البعيدة فبغي أو كيف يفكر في السفر أو يهضر لك على المجيء دياله أو على السفر دياله بالنسبة للأسمر الأسمر أرى عاطيك بالظهر يعني لم يسألك هذه الأيام سيكون مشغول إذا كان قصير ستسمعه وهو أجنبي أو في البلاد البعيدة فهذا الإنسان سيكون صادق معك سيكون أسرار وخبايا تتسألي عليها حتى إذا كان هذا الإنسان لديه أخبار أو وصلته أخبار فهذا يكون واضح معك أو يفضح الأمر ديالك أنك على علاقة مع شخص آخر وإذا كان هذا الإنسان هو أسمر يشتغل في مصلحة حكومية أو يلبس الباس خاصة في العمل فهذا الإنسان سيكون عندك معه أرزاق أو تستفدي منه ماديا وماليا بالنسبة للأسمر الآخر مربوع القد أو طويل فكيف يفكر في مرأة أخرى سيكون على صلة مرأة أخرى سيكون هناك سيكون متردد وحائر بخصوص الأمر بينك وبينه ممكن أن هذا الإنسان إذا كنت تبغي معه زواج فهناك مرأة حتى أن الزواج لا يتمش مع هذا الإنسان يرجع للبيت ولكنه كان الإنسان الذي تبعده على هذه العودة بالنسبة للحنط فإذا كان قصير أو أجنبي أو يعمل في الدركة في الأمن في الجيش أو في القوات المساعدة أو يلبس الباس خاصة فهذا الإنسان النفسي محطمة ورغم عن ذلك سيتصل بك هذا الإنسان سيطرح عليك أسئلة كثيرة أو يريد أن يطلع ماهو عندك وماهو مخبية سيكون فيه الوسواس وكثير الأسئلة ويستطيع أن يكون حتى يشكل فيك أما بالنسبة للأمور مثلا المساعدة أو فهو يساعدك بأي أمر بغيتي بالنسبة للحنط أنه هو مربوع القد أو طويل هذا الإنسان بغي يظهر معك بغي يفرح معك كان في الخطة ديالك أموركم جيدة أنت وياهو خي يكونوا شوية أمور هكا نقاشات أو مشدات كلامية فما يأطرش إليك أنت مخصمة معاه فكان رجوع ولكني الرجوع كي يقول لك ما تكونيش نكاديا وما تجبديش صداع وما تجبديش مافات لاحقاش لا عاوتي جبتي مافات غادي كنتكديها غير على رأسك أما هو نيتو صافيا لا أريد أن أظهر معك أريد أن أفرح معك لديك حاجات إيجابية وكي يحبك كان هذا الفلي لكم كانت تمنى لكم الصحة والسعادة وطول عمرت الله وبرزكم وستمتعوا بالحياة لقاكم على خير إن شاء الله فلا خرج جيد كان بغيكم وبي باي